أجبر علم عمروف على البقاء ثلاثة أسابيع في مستشفى للأمراض النفسية بعدما قال في مقابلة تلفزيونية أن القرم ما زالت جزءا من أوكرانيا غير أن نائب رئيس مجلس تتار القرم الذي حضرته موسكو ورغم بعض المشكلات الجسدية ما زال يتمتع بكامل قواه العقلية سيكون كافيا بالنسبة إلى السلطات الروسية أن يحافظ تتار القرم على صمتهم هدفهم إخافتنا جميعا والقول إن لم نعجبكم فاصمتوا على الأقل وإن لم تحافظوا على صمتكم سنعملوا على قمعكم وقد أكد الأطباء أن عمروف يتمتع بكامل قواه العقلية لكنه سيحاكم بتهمة النزعة الانفصالية ويواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وهذه القضية جزء من حملة روسية واسعة النطاق ضد تتار القرم لرفضهم قبول ضم شبه الجزيرة في آذار مارس 2014 ويشتكي مئة التتار من المضايقات والاعتقال وقد أقفلت قناتهم التلفزيونية والبعض صنفوا متطرفين وأوضعوا السجن لم نرأي شيء جيد أنا وعائلتي خلال عامين ونصف العام شقيقي أوقف وهو في السجن اليوم خسرت وظيفتي لأن أرفض القبول بشروطهم وإطاعة أوامرهم ويعيش اليوم ثلاثمائة ألف من التتار في القرم يشكلون أربعة عشر في المئة من السكان وهم يعانون من تاريخ طويل من الاضطهاد يعود إلى أيام الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية وقد رحلوا إلى آسيا الوسطى خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة التعاون مع النازيين قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم في ثمانينات القرن الماضي وقد اختار بعضهم اليوم التعاون مع موسكو بينما يرى آخرون أن الصمت إزاء الظلم سيمهد لفصل جديد من الاضطهاد لفصل جديد لم يكن أحد من جديد من نشاء الأسر أثراكن الثالجة اشتركوا في القناة